امتحان علوم الصف الثالث العدادي الترمى الثاني عشرين تلاتة وعشرين محافظة الأسكندرية السؤال الأول أولا اختر الإجابة الصحيح واحد عند إضافة محلول نطرات الفضة لمحلول كولوريد أسوديوم فإنه يتكون راسب نقط من كولوريد الفضة أسود أبيض أزرق بني صح رقم با أبيض اتنين انتزع مندل الأسدية من أزهار النباتات قبل نضج الموتوك وذلك ليمنع حدوث نقط التلقيح الزاتي التلقيح الخلطي التلقيح الصناعي التلقيح الزاتي والخلطي معا صح رقم ألف التلقيح الزاتي ثلاث يستخدم جهاز الأميتر لقياس نقط بالدائرة الكهربية فرق الجهد شدة الطيار كمية الكهربية المقومة الكهربية صح المقومة الكهربية أربعة الهرمون الذي يكون بتحفيز الكبد على إطلاق سكر الغلوكوز هو الثيروكسين الإنسولين الإستروجين الجلوكاجون صح هرمون الجلوكاجون يعمل على رافع الإنسولين يعمل على إيه؟ خافضوا من ستوى السكر والثيروكسين تحفيز الجسم لإطلاق الطاقة اللازم مهدن الغذائي والاستروجين ده مسؤول عن المظاهر الجنسية الثانوية في الإناز ثانياً انظر إلى الشكلين سمأجة واحد ما نوع الطيار الكهرابي في كل من الشكلين ألف وباء على الترتيب ألف طيار كهرابي مترد باء طيار كهرابي مستمر اتنين ما اسم المصدر الكهرابي الذي يولد الطيار الناتج في كل من الشكلين ألف وباء على الترتيب رقم ألف طيار متردد صح المولد الكهرابي أو بسمه الدينامو باء الخلايا الكهرو كيميائية أو الأعمدة الكهربية الجافة ثالثاً عرف ما يأتي أمود السلسلة النشاط الكيميائي ترتيب العناصر في الزية ترتيباً تنازلياً حسب درجة نشاطها الكيميائي السؤال الثاني أولاً ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارات الخطأ واحد في عمليتي الأجسادة والاختزال عدد الإلكترونات المفهودة أقل من عدد الإلكترونات المكتسبة عبارة خطأ تساوي اتنين يتم توصيل الأعمدة الكهربية المتمثلة على التوالي بحصول على كوة دفع كهربية ضعيفة الحصول على كوة دفع كهربية أكبر ما يمكن أو توصيل أعمدة على التوازي ثلاثاً تقوم الغدد السماء بإفراز ما يزيد عن خمسين هرموناً في جسم الإنسان عبارة صحيح أربعة في بداية التفاعل الكيميائي تكون نسبة تركيز المتفعالات 100% عبارة صحيح في البداية 100% وفي النهاية 0 النواتج في البداية 0 وفي النهاية 100% عبارة إيه؟ صحيح ثانياً ادرس المعادلتين الأتيتين معاً ثم أجب على الأتي واحد تفاعل السوديوم مع إيه؟ ينتج هيدروكسيد السوديوم وحرارة وإيه؟ صحيح تفاعل السوديوم مع الماء H2O ينتج هيدروكسيد السوديوم وتصاعد غاز الهيدروجين H2O يبقى زاد غاز الهيدروجين زاد حرارة ألف اكتب السيقة الكيميائية لكل من X و Z يبقى X H2O و Z H2O بقى اسكر نوع التفاعل في كل من المعادلتين على الترتيب المعادلة الأولى إحلال بسيط إحلال فلز محل الهيدروجين الماء طب اتنين هنا أكسيد النحاس مع الهيدروجين بينتج النحاس وبخار الماء اللي هو X اللي تفاعل إيه؟ صح أكسادة واختزال ثالثاً علما يأتي واحد يعرف قانون مندل الأول بقانون إنعزال العوامل بسبب إنعزال عاملية الصفة ورسية عند تكوين الأمشاك اتنين يتكون راسب أحمر عند أضافة فلز الخرصين إلى محلول كابلتات النحاس لأن الخرصين يصبك النحاس في متسلسلة النشاط الكيميائي في حل محله ويتكون محلول عدم اللون من كابلتات الخرصين وترسب النحاس الأحمر السؤال الثالث أولاً اكتب المصطح العلمي الدال لعالي العبارات الأتية واحد التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد النتية في واحدة الزمن سرعة أو معدل التفاعل الكيميائي اتنين الشحنة المنقولة بواسط الطيار ثابت شدته واحد أمبير في الثانية الواحدة واحد واحد أول كلمة اللي هي إيه؟ الشحنة الكهربية يبقى واحدة كلاسة إيه؟ ايكوله يبقى كوله ثلاثة المادة التي تفقد إلكترونياً أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي طيب المادة يبقى عامل طيب تفقد ما سأل عاملت إيه؟ ده عملية أكسادة طيب ما عاملت يبقى عامل إيه؟ العامل المختزل أربعة الصفة الوراسية التي تختفي في أفراد الجيل الأول في تجارب من دل صح الصفة المتنحية ثانياً لديك أدوات الأتية فولتامتر أمتر مقومة سابتة مقومة متغيرة مفتاح أسلاء كهربية ثلاثة أعمل كهربية متصلة على التوالي ألف ارسم دائرة كهربية توضح للقاح بين شدة طيار كهرابي وفرق الجه اللي هي الدائرة المستخدمة في تحقيق قانون أو ثلاثة أعمل متصلة على التوالي ومفتاح ومقومة متغيرة ومقومة سابتة وجهاز أمتر يتصل على التوالي وفولتامتر متصل على إيه؟ على التوازي مع المقومة السابتة بق إذا علمت أن القوة الدفعة الكهربية لكل عمود من الدائرة الكهربية السابقة تساوي اثنين فولت احسب قيمة المقومة الثابتة إذا كانت قرارة الأمتر تساوي ستة أمبير طيب عاوزين ناسب مين؟ المقومة مين بتساوي فرق الجهود عشرة الطيار طيب عندي هنا فرق الجهود كام؟ ثلاثة أعمل متصلة على التوالي يبقى اثنين زادي اثنين زادي اثنين يبقى ستة فولت يبقى ستة عالة شيطير كام؟ ستة ستة على ستة تساوي واحد قوم ثالثا اذكر أهمية كل من واحد إفراز هرمون النمو في جسم الإنسان ينظم النمو العام للجسم حيث يكون بضبط نمو العزام والعضلات وأعضاء الجسم مختلفة لذا يحدد الطول الذي سيصي إليه الطفل بعد مرحلة البلو اثنين زيادة درجة الحرارة في التفاعلة الكيميائية يؤدي إلى زيادة عدد التصادمات المحتملة بين الجزئات فتزداد سرعة التفاعل الكيميائي السؤال الرابع أولا وضع على أسس ورصية تزاوج فقرين كلاهما أسود هاجين علما بأنه اللون الأسود يمثل الصفة السائدة ويرمز لها بالرمز بكابتل واللون البني يمثل الصفة المتنحية ويرمز لها بالرمز بسمول طالما هم الاتنين هاجين يبقى النسبة العكام ثلاثة إلى واحد ثلاثة صفة سائدة إلى واحد صفة متنحية ب الأباء بكابتل بسمول علما التزاوج بكابتل بسمول الأمشاج تنعزل عن ملاي الصفة ورصية بكابتل بسمول بكابتل بسمول جيل الناتج بكابتل 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 بسمول بكابتل بسمول 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 فقر أسود اللون نقي 25% أسود اللون هاجين 50% بني اللون 25% يعني أسود إلى بني 3 إلى إيه إلى واحد ثانياً صحح ما تحته خط في العبارات الأتين واحد عند استخدام 3 جرام من العامل المساعد في إجراء تجربة فإن كتلته النتيجة من التفاعل أقل من 3 جرام طبعاً تساوي 3 جرام العامل حفاظ أو العامل المساعد لا يحدث له أي تغير كيميائي أو نقص في كتلته بعد انتهاء التفاعل اثنين انتقال الشحن الكهربية بين موصلئين يعتمد على شيد الطيار الكهرب بينهما يعتمد على فارق الجهد الكهرب بينهما ثلاثة تعتبر شحمة الأذن المتصلة من الصفات الوراسية السائدة المنفصلة أربعة يعتبر هرمون البلغسترون مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية الأنسوية الإستروجين ثالثاً ماذا يحدث في الحالات الأتين واحد تفكك غاز خامس أكسيد النتروجين وضح إجابتك بمعادلة كيميائية فقط خامس أكسيد نتروجين بتفكك إلى ثاني أكسيد نتروجين بلاس أكسيد نتروجين غاز الأكسيد نتروجين تسبب ثلاثة تسبب ثلاثة تسبب ثلاثة تسبب ثلاثة تسبب ثلاثة تسبب ثلاثة